ازايكم مبنات الفيديو جديد على قناة داليا كروشيم تنسو اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايت للفيديو و مش هطور عليكو يلا نشوف هنعمل النهاردة في الفيديو ده نشتغل الواحد الصغيرة دي الواحد دي سهل جدا في شغلها تقدروا تعملون منها مفرش تعملوا منها شال لها افكار كتيرة هتقدروا تعملوا بها هشرحها لكم بطريقة مبسطة و يلا بنا نبدأ الفيديو و نعرف الادوات اللي هنحتاجها هنحتاج ابرة تكون مناسبة لنوع الخير و مقص و ابرة تنظيف من مش هنحتاج ابرة كتير الخيط اللي انا بشتغل به ده خيط بيك بالكيلو زي ما انتو شايفين كده بيبقى حجم كبير و ده كان اكبر من كده بس انا اشتغلت به و انا بشتغله بعمله زي شرع الكده صغيرة بلفاف الخيط انا عملتلكو قبل كده فيديو عليه تقدروا تشوفوه عملتلكو ريفيو عليه و صراحة جدا و مفيد انا بعمله مش هلا صغيرة بدل ما ماشي يبدي كلها في البيت لا اعملها بشلة كده بكت هي اكبر برضو شوية فدي قدر تحرك بيها اكتر احسن ما اعمل امشي بالكبير يالله بينا نشوفها نعمل ايه مقاس الابرة انا مش اقول لكم عليه لانه كل واحد يشتغل بنوع خيط ليه يشوف ايه الخيط المناسب ل الابرة المناسبة لنوع الخيط اللي هو جايبه ويحاول انه يخلق دي ما يشدهاش قوي في الشغلة عشان الوحدة تبقى مريحة كده في الشغلة ما تبقاش مسك اول حاجة هعمل دايرة سحرية همسك الخيط بالطريقة دي وهالف الخيط واسحب كده من جوه وهقفل بغرزة سلسلة كده انا عملت الدايرة السحرية معي هدخل هنا في الدايرة ديت وهعمل اتناشر غرزة حشو هدخل كده واسحب واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة سنة ثلاثة 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 الغرزة رقم 12 عشدت كده معي الدايرة بالراحة عشان اقفلها وهيجي عندي هنا في اول غرزة حشو عملتها هنا وهدخل وهعمل غرزة منزلقة ثم ثلاثة ارتفع سلسلة ثم ارتفع سلسلة كان ايوجه هو إنسين وفي نفس المكان لو عملت هذه الغرزة منزلقة سنفعتها واثقن وغرزة حشو استخدت وسلسلة ثم ارتفع لترجو الزرزة منزلقة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين انا كده عملت عشرين سلسلة هدخل في الغرزة تاني غرزة هنا عندي على طول وباخد معي الخط ده بنظافه اول باول هدخل هنا واعمل غرزة حشو تمام بالطريقة دي كده اتكون عندي اول آآ حلام بعدين بارتفع تاني فوق نفس غرزة الحشو اللي انا قفلت فيها او اللي قفلت بها بارتفع برضو عشرين غرزة آآ سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر سبعتاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين حاولي يكون مأسات الغرزة السلسلة كلها واحدة ما تبقاش آآ فيه كبير وفيه صغير يعني اشتغلي بالراح مش لازم تشتغلي بسرعة وادخل في الغرزة رقم تلاتة في الغرزة الحشو اللي عملتها واسحب وهقفل بغرزة حشو كده عملت حلقتين او بتلتين يعني شوف عادي نسموها اين ارتفع تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده عملت عشرين سلسلة كمان مرة وهدخل في الغرزة رقم اربعة وهقفل فيها برضو بغرزة حشو يبقى انا غرزة الحشو اللي بقفلها في الغرزة بطلع بيها بعشرين سلسلة اقفل في الغرزة اللي بعدها بحشو واطلع تاني بعشرين سلسلة وهكذا لحد نهاية الصدر هيبقى معي اتناشر بطلة او اتناشر حلقة وهيقفل معاكو اخر الصدر نشوف هنقفله ازاي انا كده في الغرزة او الحلقة رقم اه 11 هقفل هنا شايفين بقي معي هنا غرزة شوف كده بقي معي هنا غرزة وبقي معي غرزة الحشو رقم 11 هنشتغل عادي وهندخل في غرزة الحشو اللي هنا ورقم 12 هشتغل واحد اشتغلت عشرين سلسلة وشايفين غرزة الحشو اللي كانت معي اللي انا عملتها في الاول هدخل فيها وهعمل فيها غرزة منزلقها تمام بعدين هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة انا قفلت غرزة منزلقة هنا وارتفعت بعدها على طول عشر سلاسل عشر سلاسل ارتفعت ده عشان ابدأ السطر اللي بعده او اقدر اوصل للقمة بتاعة البتلة تمام هدخل هلف الخيط وهبدأ دلول ده اشتغل بغرز عمود هلف الخيط وهدخل في اول بتلة عندي طبعا هعد اتأكد ان هم اتناشر بتلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر يبقى اكيد طنعين مزبوطين معي على فكرة انتم ممكن تبس تخلو كده الشكل وتعملو بتلات كده ولما تكون تقفلوا مثلا باتلة في باتلة دخلوا السلاسم هنا وتسحبوها وتقفلوها في الوردة التانية مش موضوعنا نرجع بقى في اللي احنا بنعمل ده هدخل عندي هنا وهدخل في اول بتلة وهعمل غرزة الصدفة هسحب واعمل عمود وفي نفس البتلة عمود هدي اتنين تلاتة كده عملت تلاتة عمود اعمل اتنين سلسلة وفي نفس البتلة اللي عندي هدخل وهعمل تلاتة عمود كمان واحد اتنين تلاتة يبقى انا كده في اول بتلة عندي عملت غرزة صدفة مش هعمل اي سلاسل ارتفاع ولا اي حاجة هليف في الخيط وهدخل في الحلقة اللي بعدها على طول او البتلة اللي بعدها وهعمل عمود او غرزة صدفة تاني عمود تلاتة يبقى كده عملت تلاتة عمود واحد اتنين هتلا ارتفاع اتنين سلسلة وهدخل في نفس البتلة وهعمل تلاتة عمود كمان واحد اتنين تلاتة كده عملنا صدفتين من غير اي ارتفاعات ولا اي سلاسل هدخل في البتلة التلتة واكمل هعمل برضو صدفة واحد اتنين تلاتة وبعدين هعمل اتنين سلسلة وفي نفس المكان هدخل وهعمل تلاتة عمود اتنين تلاتة هلف الخيط وادخل في البتلة رقم اربعة هعمل صدفة ادي واحد اتنين تلاتة اعمل اتنين سلسلة وادخل في نفس المكان اعمل تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة وهكمل بنفس الطريق دي في كل البتلات هشتغل فيها غرصة الصدفة تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود وتأكد برضو ان انا هشتغل في الاثنشر حلقة ما يبقاش في حلقة الاثنشر باتلة ما يبقاش في باتلة مثلا واقع منكم من ورقة او حاجة تمام هكمل وارجع لكم خلصت السطر بتاع الصدف ده كله وتأكدت ان انا اشتغلت في كل البتلات هاجي هنا عندي في الغرزة رقم 10 من السلسلة الموجودة هنا هدخل فيها وهعمل منزلقة تمام بعدين هرتفع نبصوا ده شكل السطر بتاع الصدفة هي دي في الآخر التموجات دي كلها هتتزبط في آخر الشغلات بس هتحتاجوا ان انتو تشدوا بس البتلات من جواه نكمل هرتفع سلسلة وهدخل في الغرزة اللي انا قفلت فيها بمنزلقة ومن هنا تمام واعمل فيها غرزة حشو هرتفع اتنين سلسلة واحد اتنين فوق غرزة الحشو وهلف الخيط شايفين المكان اللي احنا اللي هو هنا السلسلتين اللي عملناهم اللي هي في نص الصدفة هنعمل فيهم كمان صدفة واحد اتنين تلاتة اتنين عمود قصد اتنين سلسلة بعدين تلاتة عمود بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بها السطر اللي فات السطر ده عن السطر اللي فات يفرق بس حاجة بسيطة اللي هم اللي اتنين سلسلة اللي نبدأ وننهي بيهم كل غرزة او كل صدفة هنا عملت حشو بعدين ارتفعت اتنين سلسلة وعملت صدفة بعدين بعد تالت عمود هعمل اتنين سلسلة وما بين الصدفتين اللي في السطر اللي قبلهم هدخل كده في الفتح هنا من نص مش هدخل في اي حاجة ولا في اي عمود ولا في اي حاجة وهعمل غرزة حشو هرتفع اتنين سلسلة كمان مرة وهدخل في بين الصدفة وهعمل غرزة صدفة كمان اتنين تلاتة بعدين اتنين سلسلة بعدين هعمل تلاتة عمود هكرر تاني هعمل اتنين سلسلة وهدخل هنا ما بين الصدفتين اللي في السطر اللي قبله هعمل حشو. اتنين سلسلة. صدفة. اتنين تلاتة. اتنين سلسلة. الصدفة. سلجرة عمود. بعدين هعمل اتنين سلسلة. وهدخل هنا في المبين الصدفتين. واكمل بنفس الطريقة ديت لحد نهاية السطر. بقي لي هنا اخر غرزة صدفة. هنا عملت حشو. بعدين هرتفع اتنين سلسلة. وبعدين هعمل هنا غرزة الصدفة. تمام. كده انا خلاص وصلت لنهاية السطر. هعمل اتنين سلسلة. وغرزة الحشو اللي احنا باقتدنا بها في الاول. هدخل فيها وهعمل غرزة منزل. وده شكل السطر التاني. لسه برضو هتتفرد معك وخلصوا. بعدين افردوها براحتكم. تمام? ده كده السطر التاني. يفضل ان انتو اشتغلوا بخط رفاية. علشان تبقى الشغلة معاك وخفيف كده. تمام? هرتفع كمان سلسلة. ده السطر الاخير. هرتفع سلسلة. وادخل في نفس غرزة الحشو اللي قفلت فيها بمنزلطة. هدخل فيها وهعمل غرزة حشو. هرتفع المرات تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وما بين الهنا عند الصدفة. السطر ده هيختلف ان احنا مش هنعمل صدفة. هنعمل خمسة عمود وما بينهم غرزة بكم. يبقى هنا ارتفع تلاتة سلسلة. وهعمل واحد اتنين تلاتة. انا كده عملت تلاتة عمود هعمل دلوقتي غرزة اللي بكم. غرزة بكم بتعمل ازاي؟ بارتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وبدخل هنا شايفين الحلقتين دول اللي هم بتوع العمود. بدخل فيها وبعمل غرزة حشو. بعدين بعمل اتنين عمود. شايفين ده شكلها. عمل تلاتة عمود بكم اتنين عمود. هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وهدخل بغرزة حشو. فوق الحشو السطر اللي فات. تمام؟ بعدين بعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. هعمل تاني تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة. غرزة بيكو. ارتفاع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وادخل هنا في العمود في الجزء بتاع العمود اللي هنا الحلقتين دول. واسحب الخيط هيبقى عندي حلقتين على الابرق. دي حلقة والتانية. وهعمل هسحب منهم. كده انا عملت غرزة بيكو. شايفين هي دي شكلها. غرزة قلبيكو. هلف الخيط وادخل. واعمل عمود والتاني. شايفين شكل السطر الاخير عامل ازاي. كمان مرة ان اعمل تلاتة سلسلة. ادخل فوق غرزة الحشو اللي فاتت واعمل حشو. بعدين ارتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وفوق الصدفة هشتغل تلاتة عمود واحد اتنين. تلاتة. بعدين هعمل غرزة بيكو. هرتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وهيجي عند الحلقتين اللي من هنا شايفين. هي هنا تحت على طول التلات حلقت هنا من الجن. هعمل حشو. بعدين هرجع اشتغل اتنين عمود في الصدفة. وهكمل هعمل تلاتة سلسلة واقفل بغرزة الحشو فوق غرزة الحشو. هكمل بنفس الطريقة ديت لحد نهاية السطر واقفل معك والسطر. وصلت هنا لحد نهاية السطر. وهنا هشتغل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وغرزة الحشو اللي انا اشتغلت بها بداية السطر هدخل فيها وهعمل غرزة منزلقة. هاقص الخيط خلاص. انا كده خلصت الوحدة. الخيط اللي هتسبو ده ممكن لو هتعملوا بيشال او حاجة زي كده تستخدموه في ان انتو تخيطوا الوحدات في بعض. تمام. هستخدم ابرة التنريف ان انا هنطف الجزء اللي من وراء ده. هدخل هنا تحت الحلقات المن وراء. انا بدخل بالابرة الاول لان الفتلة اللي معي هنا قصيرة لكيكة اصلا مسبتها تحت الشغل بس يعني هي زيادة تأكيد بس مش اقدر. كده تمام واسحب معي كده الخيط. احاول ان انا اضايق معي الدايرة شوية. تمام. وخلاص كده اقص الخيط بتاع البداية. وانا كده خلاص خلصت الوحدة. لما تبقى عايزين تضبطوا معاكو الوحدة بسوا شدوا الصدف ده يحطوه كده في النص. يعني زبطوه على النص. علشان يتصبط معاكو الوحدة وتتفرد. كده نكون خلصنا الوحدة دي النهاردة. شرحها اتمنى ان يكون سهل وبسيط ما يبقاش صعب. وان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني. وانا بنفس الوحدة ديت هعمل لكم بها شال. وهقول لكم ازاي برضو في الاخر ان انتو بعد ما تخلصوا تشبكو مع بعض. وهنطيف كده واحدة كمان صغيرة. سندي للشال شكل لطيف. وكده خلصت. وإلى اللقاء.